موسيقى خلال الفترة الماضية نشغل الرأي حول العالم في قضية موت الصحفي جمال خاشقجي المجتمع الأردني برضو نشغل من مبارح في وفاة النشط السياسي المعايطة هلأ اللي يمكن الرابط ما بين الحادثين ان هم شخصين عبروا عن آراءهم لأشخاص اما عن طريق موقع التواصل الاجتماعي او عن طريق نوع من أنواع الصحف او الراديو او التلفزيون هم أشخاص بالآخر عبروا عن رأيهم هلأ ممكن نختلف في آراءنا في مجال انه هل تمت تصفيتهم ولا هل هم ناس تعرضوا لحوادث ولكن بالآخر الفكرة انهم عرفوا بتعبيرهم عن الرأي ومن هون صار في مجال للنقاش هل تعبيرنا عن الرأي ممكن يوصل الصحفي او الاعلامي او النشط السياسي لمرحلة انه يهدد بالقتل وفي بعض الاحيان انه يقتل فعلا ايش رأيك في الموضوع انه ممكن مثلا شخص معين يقتل لمجرد انه تحدث برأيه هلأ طبعا هذا الاشي اكيد غلط ونحن للأسف مرات بمجتمعاتنا منواجه هذا الاشي انه شخص عبر عن رأيه بموضوع ما خصوصا لما بيدخل بنطاق السياسي ويدخل باشياء يمكن مواضيع حساسة شوي بهذا الموضوع دائما رح يواجه التهديد او انه الخطر على حياته رح يصير شوي خايف من انه يبدي رأيه ولكن فيه ناس بواجهوا هذا الخطر وبيضلهم تابتين على موقفهم وعلى رأيهم وبضلهم بالعكس ينشروا كلمتهم لحتى يواعوا الشعب ولكن للأسف نهايتهم بتكون يعني ببعض الاحيان بتكون مؤسفة يعني ببعرضوا للقتل يعني مثلا ممكن يختفوا بظروف غامضة فهي الأشياء يعني للأسف ما عم تخلي الناس تتشجع أكتر لأنهم يعبروا عن رأيك طب برأيك انه مثلا ممكن لو شخص فكر بأنه بدي أخذ الطريق الحذرة وزي ما بنحكي باللغة العامية نمشي الحيط الحيط ومش تحلو بالآخر أياتتي مولادي وخليني أتحفظ على رأيي مش ضروري أنا أحكي رأيي هل هذا التصرف السليم ولا أظل مثابر على كلمتي ومثابر على رسالتي بدي أوصل رأيي في بعض القضايا اللي أنا مهتم فيها أنو الأسلم والأصح لا أهلا طبعا الأسلم أنك تمشي الحات الحات والأصح بس الأصح أنك لا أظلك على رأيك وتعبر عنه وتنشر الكلمة اللي أنت بدك توصلها للناس بس نمشي بالأسلم ولا نمشي بالأصح أنا لو كنت يعني أنا صراحة مش عارفة الصراحة هي الحياة غالية يعني على الشخص حياة دائما بتكون غالية عليك بس أنو مش عارفة لا بحير هلأ ما رح أكون مثالية وأقول لا أنا بدي أنشر كلمة وأنا بدي أعبر عن رأيي بس شوف أقول لك شغل لو أنا هلأ بهذا الوضع يمكن أنو آه بدي أنشر رأيي وبيدي أعبر ولكن إذا كنت بمرحلة مثلا عندي عيلي وولاد ويعني عندي حياة مسؤولة عن حياة آخرين ممكن شوي بهذا الموقف أحساب حساب هلأ هو بالآخر حتى علميا بيحكي لك أنو كل إنسان فينا في ميزان هذا الميزان يجب أنوزن عليه همي اتجاه هذه القضية فمثلا على سبيل المثال خلينا نحكي على قضية كل إنسان ليس فقط كل عربي ولا كل مسلم كل إنسان على الكل الأرضي اللي هي القضية الفلسطينية لو بدنا نحكي عن مدر القضية الفلسطينية كل إنسان بداخله بيجيب بيطلع هذا الميزان بيحط القضية الفلسطينية على كفة من كفات الميزان وعلى الكفة الثانية الضرر اللي ممكن يجيني لو حكيت رأيي بكل صراحة في هاي القضية فهونا بتيجي المفاضلة ما بين حياة الشخصية والمغامرة فيها أو اهتمامي بهاي القضية عشان هيك كل واحد فينا رح تشوف فيه إلو قضية يستغني فيها عن مصالحه الشخصية لو بدنا نعمل زي إسقاط على حياتنا مرات للأسف حتى إذا ما فيه شخص عنده قضية رأي عام تهمه ممكن يقترف أشياء تعادي سلامته وسلامة عائلته على سبيل المثال إذا حد طب أهله فهو يعتبر أهله نوع من أنواع القضايا اللي أنا لا أسمح المساس فيها وهاي القضايا اللي أنا بالنسبة إلي تعتبر هي خط أحمر في بعض الأشخاص بيقولون قضية رأي عام القضية الفلسطينية قضية التعبير عن الرأي في بعض الإناث على موضوع حقوق المرأة على موضوع القضايا العمالية وتختلف ما بين الأشخاص كلياتهم ولكن الميزان اللي جوانا هو اللي بالآخر رح يحكم أنا لازم أخذ الصواب والأسلم عفوا الأسلم ولا لازم أخذ الرأي الصائب أكتر فتعود بالآخر للميزان ولكن فيه قاعدة عامة كلياتنا مننطلق منها إنه التعبير عن الرأي حق من حقوق الإنسان شو مكان لونه وشو مكان جنسه شو مكانة الدولة اللي هو طالع منها بالآخر تعبيرك عن الرأي هو جزء من كينونتك كإنسان فلو أنا معبرتش عن رأيي وصرت متخوف منه فأنا فقدت جزء من إنسانيتي ومن لا يتقبل رأيي الثاني فهو اللي عنده مشكلة مش أنا اللازم أخبير رأيي اللي لا يتقبل هو اللي عنده مشكلة ربنا خلقنا بالآخر كلياتنا نختلف فإذا لم تتقبل فعلا منه عندك المشكلة طبعا هلأ بغض النظر عن أنت إيش بتقدم إذا أنت كنت تمشي نحو الصواب واللي إيش العقلك بيقول لك أنه لا أمشي بطريق أنك تكون أنت مع حالك الحيط للحيط ولكن الطرف الآخر اللي هو الشخص اللي عم بيواجه هذا الرأي خلينا نحكي أول خبر اللي انتشر أنه أنت كيف بيعط إيش اللي عطاك الحق أنك أنت تنهي حياة شخص لمجرد أنه عبر عن رأيه يعني أنت ما إلك الحق أبدا أنك تنهي حياة شخص لأنه هو كان صريح وواضح وعبر عن رأيه ونشر كلمته ممكن الحكومة تعاقبه بأنها تسجنه لفترة معينة حسب العقوبة ولكن أنه يجي شخص يقتله لأنه التصفير يعني مش أبدا هذا الإشي يعني ما لازم يصيره كثير للأسف مرات نحنا نشوفه بالمسلسلات والأفلام العربية كثير بتطرقوا لهذا الموضوع يعني خصوصا بالدرامة المصرية كثير بتطرقوا لهذا الموضوع أنه دائما صاحب السلطة وصاحب المال إذا تعرض لأي شيء ممكنين هي حياة الشخص اللي قدامه بكل سهولة للأسف هذا الإشي موجود بمجتمعاتنا العربية الكارثة اللي تكمن في البيس اللي إحنا منيجي مننطلق منها اللي هو موضوع الديبيت أو لما يصير فيه نقاش بين الطرفين ما بصير فيه نقاش بناء على أؤسس معينة ما بصير مين بده يقنع الرأي العام أكثر لا صاحب السلطة الأكبر صاحب المال الأكثر هو اللي رح يتجنى على صاحب الرأي الآخر على سبيل المثال فلنفرض أنه آية قررت بيوم الأيام تكشف حقيقة أنا بكذب فيها عن الناس إجت آية صارت تحكي والله مغربي بورجيكم إنه واحد تنين ثلاثة ولكن مغربي بالواقع زلم يكذاب زلم ينطق بما لا يعرف وكثير شغلات أنا ببساطة بإمكاني أرد عليها بحق ردي بنفس الأسلوب تبعها ولكن لا يحق لي آية وهي طالع من البيت أخلص عليها هنا لا ي يعني بدامها زي ما بيحكوا إرد الفعل من نفس جنس الفعل فبالتالي أنا إذا كان فيه الفعل اللي علي مورس هو أنا شايفه تبلي ببساطة بطلع بفند هذا التبلي ولكن تفنيد التبلي ما بيكون بإنهاء حياة الشخص هو منطقيا أصلا أنا خسرت الديبيت اللي صارت أنا خسرت المعركة الحرب النقاش إيش مكان أنا خسرته لأنه أنا كان حل الوحيد أنهي اللي قدامي فكان هو هذا يبين ضعف أنواحد من الله لسه بدي أحكي إذا ببين إيش ببين ضعف الطرف الآخر أنه ما قدر يواجه الحقيقة وكان حله السهل والبسيط لأنه هو عنده السلطة والقدرة بأنه ينهي حياته فأنهي حياته